مانا اليوم انتي نشوفوك اكيد في تقديم البرامج وحتاف في لك لكن دائما في تقديم البرامج عندك رسالة واللي هي نفسها انه نحافظ على الترات الموسيقي اكيد اليوم في اطالة في دل السرقة اللي نشوفوها دائما حكاية دائما وين هو دور الفنان الفنان عنده مسؤولية دائما نقولها لانه الفنان يكون سفير البلد اللي يكون فيه اين كان الفنان عنده مسؤولية تجاه الجمهور تجاه يعني جمهوره تجاه الشعب كذلك وعنده دور في ترسيخ الثقافة واحنا نتكلمو على الفنان الجزائري عنده دور في ترسيخ الثقافة الجزائرية هذا ما يمنحش انه مليح انه يكونوا محاولات مزيج انه نحاول انطوروا الاشياء لكن دائما لازم نعرف برك الاصالة تعنا باش ما نتبحرش في الطريق بعيدا عن التنشيط اسكرح فيه بروجيت جديد فيه الابوم جديد ممكن فيديو كليب طبعا كي العديد من المشاريع دائما في تقديم البرامج ونحب البرامج الموسيقية ولكن ما كانش موسيقية مئة بالمئة برامج ثقافية كي ما قلت وزيادة على هذا عندي مشاريع دائما في الموسيقى ونراني جستمو وسيتمو حاولة بين الموسيقى الاندلوسية اللي هي تربيت عليها ومدرستي وكي ما على لبالك نحب نحافظ عليها كموروث جزائري موسيقى جزائري وكي ما قلت هذا ما يمنح شا ننقوم بمحاولات وانا المحاولات هي رايحة تكون بين الموسيقى الاندلوسية شوية يعني فيها شوية روح شرقي وموسيقى الجاز وهذا المشروع أنا نخدمو فيه وبدين نسجلو وان شاء الله هي خرج هاد السنة انا من قبل ايه مقربة طاحد من قبل كانوا عندي مشاركات محاولات صغيرة في التمثيل لان ما كانش عندي الوقت لانه الناس على بالهم كنت نشتغل في شركة ويعني ما كانوش عندي لكونجي كما نحب هادا اكيد ما نقدش نتفرغ يعني تلت اشهر او اربعة اشهر لكن الان راني كما يقول لك فضيت الوقت لمشاريع اخرى